اي أب وأم بالمعنى الحقيقي بيكتهدوا أن هم ويربوا ولادهم أحسن تربية بيعلموهم يعني أخلاق تخلي أي حد يعشرهم يدعي للأب والأم دول بس يا ترى الأخلاق دي ممكن نعلمها لولادنا بالضرب أو نخوفهم يعني ينفع مثلا إحنا نجبر طفلة أنها تتحجب وهي لسه في ابتدائي نفضل نضرب فيها بحجة ان احنا عايزين نعلمها تدين والعفة منه هي صغيرة ده السؤال اللي سألته النفسي وانا قاعدة براجع قصة صفاء لان احنا بنقرأ قصة مرة واثنين وثلاثة اللي استغربت جدا منه اكتشفت ان هي لسه طفلة حبيبتي دي ما كبرتش اظن انتوا فاهميني ويمكن دي اول رسالة نستقبلها من حد بالسن الصغير ده ومفسوطة جدا ان هما بقوا يعني بيتابعونا بيبعتوا للبرنامج وعايزين يسمعوا رأيانه ودي سخة كبيرة قوي تعالوا نشوف بقى صفاء بقى تقول لنا ايه اسمي صفاء وعندي 12 سنة قررت ان انا اكتب لكم بعد ما بقت حالتي النفسية تحت الصفر بفكر اسيب البيت اللي انا عايشة فيه وامشي حتى لو هروح على البحر من كتر اللي شفته من ابويا وجدتي ام بابو اللي عايشة معانا في بيت العيلة ما شفتش معاهم يوم عادل بابا يا سيلي ماكملش تعليمه خرج من المدرسة وهو في خمسة ابتدائي دايما بيحكي ان في واحد بتاع ورشة هو اللي قره في التعليم خليسي من مدرسة بدل ما يراعي ربنا في ولاده ويتمنى ان هما يكونوا احسن منه معايشني انا واختي في جحيم بحجة انه بيربينا وبيعلمنا الادب والدين مع انه استغفر الله العظيم كان دايما يغلط في ماما ويقولها كلام ما ينفعش يتقال بمباركة مامته وعمتي اللي عايشين معانا في بيت عيلة دايما بيشتم امي يضربها بيفرج الناس عليها معانا ماما متعلمة وخارجة كلية تجارة من وانا صغيرة انا واختي واحنا ممنوع علينا نعيش زي باي الاطفال اللي في سننا دايما نضرب واشتيمة بحجة ندعيب وده حرام يعني مثلا ممنوع نهائي نحط معنكور ولو حطنا بابا يضربنا على صوابعنا لحد ما تبقى هتكسر نفضل نسرخ ونعيط من كتر الواجع مرة عمتي كابتحط حنة وقالت اللي عايزة تعمل حنة تقولي وانا واختي قلنا لها نفسنا بس مش هينفع عشان بابا ما يزعقش ويتعصب علينا فعمتي حنت ايدينا وقالت ملكوش دعوة لما بابا عارف ان اخته هي اللي عملت كده سكت على طول ما تكلم ودلوقتي نينة عايزيني ألبس الطرحة وجيبها واسعة وبتقولي عشان تبقي متدينة ومحترمة وربنا يحبك مع اني لسه طفلة وعمري 12 سنة بحاول افاهمهم اني مش عايزة جسة صغيرة عالكلام ده بس هما مش مقتنعين بكلامي بيخوفوني ودايما اصلا ما ليش رأيه في اي حاجة خصوصا اللبس لما نيجي نشتري هدوم جديدة بابا بيقولي ماما ما تسمعيش كلامها وقاتي جيبة او اي فانيلا او خلاص ودايما بيوجعوني بأصعب الكلام ممكن اي بنت تسمعوا من اهلها حتى نينا اللي المفروض تكون حنينة علي وبتحبني زي ما كل الجدات بيحبوا احفادهم دايما بتقس علي بتزعق لي بتعملني وحش انا قديك كسرت ثلاث مرات يا سيلي مرتين ايدي اليمين ومرة في ايدي الشمال ويوم ما ايدي الشمال اتكسرت قارتلي كله من شقوتك مع اني ساعتها كنت موجوعة قوي لحد ما كرهت جدتي وكرهت ابويا مع اني كنت بحبه اكتر واحد في الدنيا كلها كل ليلة بنام لوحدي وانا بعيط بفضل افتكر كل كلمة صعبة خدتها من اهلي لحد ما بقيت ايدي متجمد دايما عصبية تعبانة حاسة انا مفيش حد بيحبني مكسورة من جوايا ساعات بتعصب على زميلي في الفصل واتخنق معاهم وساعات تانية ببكي واقول لي اخسرهم دول زميلي ومفروض احبوهم ويحبوني ومرة بابا اتخنق مع ماما ضربها بالقلم تعورت فوق حاجبها قامت نينة خدتني عندها انا واختي وعملت على بابها ترباسين عشر ماما لو نزلت من فوق ما تعرفش تدخل لنا نينة دي مش بتطيق مامتي ودايما مزع علينا انا واختي وساعات بتقوم بابا علينا فيفضل يضرب ماما واختي ضرب جامد لدرجة انه مرة ضرب ماما فبطناه ومرة الخلط باز فامسك لها السكينة وقتها كنت صغيرة وقلبي واع في رجليها من الخوف كل كلمة نينة بتقولها البابا بيصدقها على طول واخر حاجة اتهمت ماما انها ضربتها بالقلم فبابا ضرب ماما وعورها ماما غطبت سابت لنا البيت قاعدت تعايد تلاتين يوم فعيد عن نينة بابا قاعد ياكل واشرب سيبنا عند نينة لحد ما في يوم نينة خرجت تشتري عيش وماما ما قدرتش تستحمل فرقنا رجعت عشان تخدنا كنا مبسوطين عشان مش عايزين نقعد مع نينة بس نينة رجعت وشفتنا قفلت الباب وقالت مفيش حد خارج وهي وبابا خدوني أنا وأختي وحطونا على السلم عشان يستفردوا بماما وما نبقى الشاهدين عليهم ولا نشوف بيعملوا ايه لأ احنا هنا محتاجين نقفية صفو عملت انتي وأختك ساعتها يعني ايه ياخدوا ست جوة ويقفلوا عليها ويشيلوا عيالها عملت ايه محتاجين نكمل بابا ونينة مسكوا ماما قطعوا هدومها وضربوها بابا سألني على اللي حصل في الوقت ده وقتها ما شوفتش حاجة عشان افتكرها مش فاكرة اي حاجة ماما قالتلي عليها كان ربنا اراد اني انسى والله اعلم كل اللي حصل ده غير ان ابويا بيشرب حجيش ونينة بتشتم ام امي المتوفي وبابا بيشتم ابو امي المتوفي وماما عايزة تسيبه وتاخدنا معاها وانا كمان مش عايزة اعيش معاها ونينة بس عايزة مدرستي وصحابي نفسي اعيش مع اهل احبهم ويحبوني وعيش زي الناس قولولي اعمل ايه خلصت رسالة صفاء مش عارف يعني لما نوصل طفلة عندها 12 سنة انها تبعت لبرنامج وبتتكلم الكلام ده وبتقوله اللي بيحصل اللي بيحصل ده مرعب ومهين قوي بعتت لنا حكايتها حاجة جديدة علي والله وعلى كل الكرو على كل فريق عامة لبرنامج مسئولية خوف والجيل اللي جاي ما بيسمعش كلام حد اشتبوا عارفين ولازم نفكر الف مرة وحبن ننصحهم وننصحهم بقني طريقة ولازم نعمل حساب لطريقة تفكيرهم صفاء بقى عرفت تحكي حكايتها وتشرحها بشكل حلو وبالشطرة اللي انتو شفتوها دي وهي لسه صغير الجيل الجديد كبر بدري ودي حقيقة هننبهر اكتر واكتر هنسمع كتير ومش عارفة نعمل ايه لانه في ناس من كتير تقولك لأ وانتو ضدوا الحجاب وانتو بتشجعوا الحجاب او او احنا لا ضد خلاص ويارتنا نكون بنشجع بس ومش احنا الفقهاء في الدين اللي نتكلم في الكلام ده بس منطقي انه واحدة طفلة عندها 12 سنة وطبيعي نحن نحبب مش نخوفهم استنونا بعد الفاصل موسيقى موسيقى